السلام عليكم طلبة سنة أول حقوق ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي نجيتكم فيديو جديد اليوم فيها بعض الملخصات من الحياة سليكم بالجسد بها تستعينوا بها مع خاطر قبل الامتحانات ومازلتوا مخربطين ومازلتوا تيهين ومعن بلكم اشتعقوا واشتقروا قبل ما ننسى أدوك الزوز الصور اللي 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 نراهم تاه الكتب قانون إداري بها تشريوها بعلي محمد الصغير ومدخل الى العلوم القانونية قبل تانا ما ننسى هدو من بعض الملخصات ستستعينوا فقط بهم ستسهل عليكم ملخصات على الكورتة ومحاضرة ومحاضرة ستلقوا الوحيكم وحسابكم في الامتحانات جسد هدو ما ستلقيوا نظرة فقط يعني مش رح نقولكم اعتمدوا عليه مياه بالمياه وكما نعرف معظمكم انكم سنة أولى ما زلتوا تيهين من أخرى هؤلاء حقوق ومعبلكم شوش تقرأوا وخايفين انا نقول لكم ركزوا ما تخافوش عندكم سبعة مقاييس تعقبوا يعني ركزوا على المدخل القانون الإداري والقانون استوري منهجية ركزوا على دوم وزد ركزوا على خاطر تديره ويطلع الكور وما تخافوش كما نقولكم أنا وما تغلطوش غلطة تاعت ديه ألف الملخص ديه ملخص واحد قارنوا بيه بالمحاضرة وحاولوا حلوا ليسو جي الموضوعات اللي يقبلوا كيفية الإجابة عن هداك السؤال والطريقة تعال منهجية اخي عم بالكم كيكون سؤال واحد تجاوبوا منهجية وكيعودوا عد أسئلة تجاوبوا مباشرة هدية بعض ملخصات يعني قانون دستوري قانون إداري مجتمع دولي منهجية هدية محتوطة في فيديو واحد قبل ما ننساتينا راهم شوية تخربتوا تخربتوا بيس كمان قد في الفيديو ما قدرتش نديرهم انتوما المهم كي تتفرجوا الفيديو تفرجوا من الأخر وروحوا للول ابداوا من الأخر ومشيوا من الأول هكا تقدروا تفهموا باهم يجيوكم شو ما خربتين أنا هنصحكم يعني تديوا نظرة على هاد الملخصات الكل في جميع المقاييس تديوا فكرة برب ان شاء الله هتفهموا حتى تهزوا القليل يعني كل مقياس وش فيه محاور وش يتضمر هكا بتكون عندكم فكرة على كل مقياس وش رايحين تعاقبوا ولا وش هتقرأ ولا وش هايجيكم في الامديحان واستعينوا قدتلكم مرحوا المكتبة ريفيديو مع بعضاك ما قرأوا مع بعضاك من مكتبة هزوا منها اكتب ما تخافوا هما وعلا ورقزوا وبرك والله يعني بلاك سيمستر لوا راح يجيكم شوية صعيبة صح سيمستر الثاني تتعاودوا على كلش سيمستر الثاني تتعاودوا على كلش و يعني تكون عندكم فكرة ونظرة اكتر على الامديحان كيف يجيوا وكيفها راح نجاوبوا وكيفها تختموا فهمتوني نصحكم قلتلكم ما تخافوش وبربي انشاء الله تنجحوا وتخرجوا صافين وركزوا فقط واستعملوا الكلمات القانونية عقد ما نستعملوا الكلمات القانونية في الامديحانات راهوا ونحين يعني تكون عندكم نقاط اكتر وش هنقول لكم من اخرتان قبل يعني قبل الفيديو هذا حاطيتكم تناسوجيات في كل المواضيع في كل الامتحانات في كل المقاييس بتديو فكرة نظرة على هداك كيف هي يعني نوعية الاسئلات جي في كل المقاييس وش هنقول لكم الاخر هادي هي ركزوا فقط ما تخافوش يعني وحد وما تخلوش رواحيكم ندقيقة الاخرى ابدوا منظرك يعني مدام ما زالوا الحال شوية ابدوا نحيوه عليكم حتى بالمقياس بالعنصر بالصفحة فهمتوا وبما يوصل الامتحانات تكونوا وجدين و اه يعني انا حنحاول اني في الفيديوهات الجاية اني ندري لكم نماجد الحل نماجد الحل امتحانات السابقة وطريقة كيفاها تحلوا الامتحانات ولا كيفاها جاوبوا ونسد نحط لكم مورخاصات في كل المقاييس دينة بالشرح يعني اه ادي هي يعني بربي نصالها اني نعاونك معها لما تنسوا تضغطوا الاشتراك وتحطوا لايك وتبرتجيوه مع اصحابكم و اه و لكن تحبوا تستفسروا على حاجة بعتولي في فيسبوك شي ما ترفي اه انستغرام شي ما ترفي و هدا في الاخير تلقوا يعني اه كينا مواضيع امتحانات كيفاها تجي اه تضيبوا عليها نادرة و سي و ان شاء الله يكونوا تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو اه ان شاء الله هتركزوا وتختموا مليح يعني و انا ينصحكم اقول لكم ابداوا اقراوا من درك يعني صايي ابداوا اقراوا يزيكم بلات ما سخير سلام نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله و اي مساعدة اتركوا خليكم انته اشتركوا في القناة 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 شكرا